نشرة السابعة بتوقيت العاصمة طرابلس والبداية بابرز العنوين مفتد ديار الليبية يدعو الى تنفيذ احكام الحرب عبر النيابات والقضاء ويطالب جهاز دعم والاسناد بالضغط على مجلس القضاء الاعلى لتنفيذ الاحكام وان اهل العلم يضعون ذلك في باب الردة من رب 28 قتيلا و 97 جريح من قوات مجرم الحرب حفتر جراء تجدد الاشتباكات بمحاول مدينة بنغازي الشيخ محمد التايب يقول بان من قام بالاعتداء على املاك وارواح في مدينة بنغازي اصبح معروفا وشاركسي يقول بان سرايا الدفاع عن بنغازي هدفها تحرير المدينة من قوات مجرم الحرب خليفة حفتر اهلا بكم قال مفتي الديار الليبية فضلة الشيخ صادق الغرياني في برنامج الاسلام والحياة على قناة التنصح ان التحاكم الى غير المسلمين اختيار لا يحل مضيفا ان اهل العلم يضعون ذلك في باب الردة ان التحاكم الى غير المسلمين اختيارا لا يحل شرعا وان اهل العلم يضعون ذلك في باب الردة من رضي به اختيارا ما قام به اختيارا يدخلوا فعله وعمله في باب الردة هذا لان ما ورد في المسودة هو اهل عرض على الليبيين اختيارا اختاروه وسموه توافقا توافقا وهم اختاروه لان يكون دستورا حاكما لهم فما يفعلون اختيارا كل من رضي بذلك يدخل في هذا الوعيد ودع فضلة المفتي الى تنفيذ احكام الحرب عبر نيابات والقضاء مضيفا انه طالب من كل الجهات في الدولة الى تنفيذ احكام الحرب تنفيذ الاحكام كنا نتمنى ان لا يتم الا من خلال الجهات المعتمدة لذلك وهي النيابات والقبض من مراكز السلطة وحكم المحاكم هذا الذي كنا ندعو اليه ونتمناه وهو الذي يحد من الفوضى ومن سفك الدماء ومن الهرج والمرج وقد طالبت بهذا الحكم الذي نفده الان كما ذكرت للدعم والاسناد وغيرها من هذه المؤسسات التابعة الى وزارة الداخلية طالبت ان ينفل هذا الحكم حكم الله عز وجل في القطاع الطرق في المحاربين مرارا وتكرارا سرا وعلانية طالبت حكومة الانقاد ووزاة العدل ورئاسة المؤتمر الوطني العام واعلنت ذلك في خطابات وطالب فضلات المفتي جهاز الدعم المركزي والاسناد بالضغط على مجلس القضاء الاعلى لفتح المحاكم المستعجلة وتنفيذ احكام الحربة فرقة الدعم والاسناد عليها بدر ان تقوم بهذا الامر بنفسها ان تتجه الى مجلس القضاء الاعلى وتضغط عليه بكل الوسائل الممكنة ليشكل هذه المحاكم في نطاق القانون حتى لا يؤخذ عليهم بانهم يعني يفعلون اعمالا خارج القانون وربما يساءلون فيما بعد ما قاموا به من تطبيق الاحكام تطبيق الاحكام مواجبة لكن يجب عليهم ان يتجه الى مجلس القضاء الاعلى ويضغط عليه بكل الوسائل الممكنة بحيث هو الذي يقوم بهذا المهمة لا هم انفسهم يقومون بها اكدت مصادر مطالعة ان اشتباكات دارت بين قوات مجلس شرث ور بنغازي وقوات مجرم الحرب حفتر بعدة محاور بمدينة بنغازي السبت ادت الى سقوط 28 قتيلا و97 جريحا وصلوا الى مراكز طبية مختلفة واضفت المصادر ان ستتقتلوا 22 جريحا الى مستشفى بنغازي المركزي في حين وصل الى مستشفى المقريف بمدينة اجدابيا 12 قتيلا و30 جريحا منهم 12 حالة بتر بينما رصد عشرة قتلى من مناطق النقلية وسلوغ وفزوعة و38 جريحا من المناطق ذاتها اصابتهم متفاوتة استعاد مجلس شرث ور بنغازي السبت المواقع التي كان قد انصحب منها اثر هجوم قوات مجرم الحرب حفتر على المحاور الغربي المدينة المجلس عبر مراسله الاعلامية فدى النشر الثوار استعاد السيطرة على العديد من المناطق التي كان قد انصحب منها في محاور جريونس وغنفودة مضيفا ان الانسحاب كان حفاظا على ارواح الثوار لايطالة امد المعركة واستنزاف قوات العدو حسب ما ذكر المراسل يذكر ان قوات مجرم الحرب حفتر اعلنت الايام الماضية عن انطلاق ما اسمتها بعملية تحرير مدينة منغازي قال مصدر اعلامي من مجلس شرث والبنغازي الاحد ان قوات المجلس اعضبت دبابة لقوات مجرم الحرب حفتر بالمحور الغربي للمدينة المصدر ذكر ان هناك انباء عن مقتل قيادية لدى قوات مجرم الحرب حفتر اثناء الاشتباكات بالمحور الغربي مضيفا ان 28 قتيلا و 97 شريحا من قوات الاخير هي حصيلة الاشتباكات الاخيرة يشار الان قوات مجلس شرث والبنغازي تخوض معارك مع قوات مجرم الحرب حفتر بمحافر عديدة في مدينة بنغازي قصفت المدفعية التابعة لمجرم الحرب حفتر استبت مركزات قوات مجلس شرث والبنغازي في المحور الغربي مصدر من شر المدينة وضح ان القصف كان بالمدفعية الثقيلة والصواريخ الليزرية الموجهة مضيفا انه تم رصد طائرة من ناوه F-15 لاول مرة في سماء بنغازي هذا وافاد المصدر ايضا ان الاشتباكات لا زال تدور بين قوات المجلس وقوات مجرم الحرب حفتر في العمارات الصينية بمحور القوارشة موضحا ان قوات مجرم الحرب حفتر لن تتمكن من السيطرة عليها الى الان يذكر ان احد الصحف الامريكية نشرت الاسبوع الماضي تقريرا عن وصول اسلحات وقوات اجنبية لدعم قوات مجرم الحرب حفتر في مدينة بنغازي وفي شأن اخر حيث قال احد عيان مدينة بنغازي في مدخلة سابقة على كانت تنصح ان من قام بالاعتداءات على الاملاك والارواح اصبح معروفا مثل تصريحات التي ادل بها فراجق عيم ان هناك من قتل ابو النفرة وان من ثبت عليه الجرم فعليه ان يحقب يعني فعلا زي ما تفضلت حضرت ان الامر النسيج والاعتداءات والاعتداءات على الاملاك وعلى الارواح واصبحت الناس معروفة حتى هناك من اعترف بقتل بعض الاشخاص مثل تصريحات فراجق عيم ان هناك من قتل ابو النفرة ولا قتل رحمة الله عليهم من الشهداء وان هناك خلايا وقضية غرور مخرى الاخيرة وغيرها يعني فهذه لا شك ولكن نحن يعني كل تحت شرع الله سبح تعالى وتحت امر الله عز وجل فمن ثبت عليه الجرم وثبت عليه الهدك العراض وقتل الدماء وغيرها هذا لابد ان يعاقب اكد القيادي بسرايا الدفاع عن مدينة بنغازي العميد مصطفى الشركسي بمداخلة هاتفية على قناة التنصح السبت ان السرايا مكونة من عسكريين ومدنيين وثوار يهدفون لتحرير مدينة بنغازي من قوات مجرم الحرب حفتر التي عاثت فسادا في الارض نحن منذ البداية قلنا ان سرايا الدفاع عن مدينة بنغازي من اسم هذه السرايا انها سرايا مكونة من عسكريين ومدنيين ثوار مدينة بنغازي هدفها الاساسي هو تحرير مدينة بنغازي هذا المجرم الحرب حفتر الذي عاثت فسادا واضف الشركسي ان السرايا سندة الثوار في مدينة اجدابيا لاستعادة مدينتهم من قوات ما يعرف بعملية كرامة نافيا وجود اي نواجة لدخول المدينة انما نحن سندنا ثوار مدينة اجدابيا وساعدناهم على استرجاع مناطقهم الصادقة التي اخرجها منهم مدعي الكرامة ومجرمية وميليشيات حفتر ونحن الان موجودين على مشارف مدينة اجدابيا ولو اردنا الدخول لمدينة اجدابيا لا قوة الا بالله فقوتنا باستفاعتها قلناها كذا مرة باستفاعتها الدخول لمدينة اجدابيا الاخر من الامر اكتر من نصف ساعة فهؤلاء الصحوات وبقايا ميليشيات المارك حفتر لن تقف امامنا الى نصف ساعة بالكثير ولكن نحن لم تكن لدينا نية في الدخول لمدينة اجدابيا الشركسية شرع الى قيم سرية من سرايا الدفاع عن بنغازي بمساعدة غرفة عمليات تحرير اجدابيا في موقع النهر الصناعي والطريق الرابط بين جزيرة اجدابيا وجلو وتوفير كافة اشكال الدعم المتوفر لهم ساعدنا سريا من سرايا ساعدت غرفة عمليات تحرير اجدابيا وهم ابناء مدينة اجدابيا شباب من قضايا محترمة من قبيل سر مغاربة وقضايا الازوية وقضايا مكونات جميع مكونات مدينة اجدابيا ساعدناهم في استرجاع منابقهم في موقع النهر الصناعي وفي السكنية وفي الصناعية وفي طريق الرابط بين جزيرة اجدابيا وجلو وبالعودة الى اخر الاوضاع في مدينة بنغازي ينضم الينا احد الثوار من مجلس شورى ثوار المدينة محمد اليدري بداية سيد اليدري ما هي اخر المستجدات في محاور القتال في المدينة مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم السلام عليكم طبعا نبشر اهالينا وعائلاتنا والناس اللي متعارفة معنا والثوار كلهم عن المستجدات تم استرجاع نقاط نقاط اللي خداهن بزرم الحرب حفتر بعد تكبيد خسائر فادحة في الارواح وفي العتاد تم استرجاع نقاط في الساعات الصباح والأولى ويوم همس تم عاملية التصاص في منطقة قنفود تم تكبيد العدو خسائر فادحة ما ادى الى ترجاع طيب ما هو الوضع الان في المحاور الوضع الان بدون نسبي بدون نسبي بعد تكبيد العدو خسائر في الارواح لم يستطيع تقدم شور المواقع اللي فيهن السوار وفيهن الشباب المرابطي غادي وتم تكبيد خسائر فادحة ووقع في كمائن طوية جدا ما ادى الى ترجاع طيب وردتنا بعض المعلومات على ان المدفعية التابعة لمجرم الحرب حفتر قصفت بعض المناطق لمجلس شورى ثور بنغازي هل هناك شهداء او قتلة اي شهداء او جرحة حفو لا لا يوجد شهداء يوجد عدد بطيط بالجرحة والتدافة المدفعية لان المدفعية بعد ما تكبيد خسائر في الموشاة وفي العساد يقوم بتعويض خسائري بضرب المدفعية والصواريخ الجارات في الضرب العشوائي عن المواقع اللي فيهم العائلات والمدنيين طيب بالنسبة للشباب من الاسر المهجرة من مدينة بنغازي كيف هي استجابتهم للالتحاق بالمحاور للقتال؟ طبعا النقطة هذه نقطة مهمة شكرا طبعا التحاق عدد كبير من الشباب المتواجدين في المدفعية الغربية ومن الناس التي تعطيهم معنا اللي عارفين نحن ما نشل دواعج لا شيء وتم التحاق اضوبة كلهم بناء والتحاق بمعاكراتنا في المدفعية غربية وتم بعثهم عن طريق البر والبحر وتم التلصيف معهم في قيف الاليس ووصول الى بندين الضغاج والتحاق بخواتهم ذاتي ونبقوا اتجابة من الشباب اللي بتواجدين في المدفع الغربية انهم يلتحوا خواتهم اللي فيما يتحاق بخواتهم نعم طيب بعد استرجاعكم لتمركزاتكم كيف تتوقعون سير المعارك الان؟ والله انتوقع سير المعارك الان الى الاحصن إن شاء الله بإذن واحد احد الى الاحصن وطبعا في اقل من ممكن في ثلاثة ايام او اقل من 48 ساعة تتبع اخبار طيبة إن شاء الله نعم اذا احد ثوار مجلس شورى ثوار بن غازي كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك وصلت طائرة ايطالية الى مطر مصرات الدولي ظهر الاحد لنقل جرح الثوار المجاهدين ضد ما يعرفه بتنظيم الدولة الى المستشفى العسكري بروما وفق ما نقل عفوا عن المجلس البلدي مصرات السفير الايطالي بليبيا والذي وصل على متن الطائرة برفقة عدد من موظفية استفارة الايطالية والتاقم الطبي ميلا ان باخرة ايطالية ستصل لميناء مصرات البحري على متنها شحنة من الادوية والمواد الطبية لمستشفى مصرات قبل نهاية شهر الجاري حمل مجلس زليتن البلدية المسؤولية لاسر الارهابيين المتورطين وكل من تستر عليهم في تفجير معهد تدريب الشرطة بمدينة زليتن في شهر يناير الماضي معلن ان رفع الغطاء الاجتماعي عنهما جاء ذلك عقب عرض تسجيل مصور باحدى القنوات الفضائية تضمن اعترافات لاحد الاشخاص يدعى اسامة دراوي من منطقة بجريدة فقام اهل الضحايا اثر عرض الشريط بالهجوم على منزل الدراوي وتدميره وانشر بلدي زليتن بيانان طالب فيه بالقصاص العادل واستكمال القبض على باقي المتورطين والقصاص منهم وكما طالب اولياء الامور رعاية مراقبة ابنائهم والتهون مع الجهات الامنية والابلاغ عن اي نشاطات ارهابية افاد مصدر مطالع من داخل مجلس النواب بطبرق انه تم الاتفاق على عدم منح ثقة للمجلس الرئاسي المقترح واكد المصدر ان البرلمان اتفق على اختيار مجلس رئاسي جديد وفق قاعدة رئيس ونائبان مشيران الى وجود اجماع على اختيار محمد اشعاب عضو مجلس النواب المنحلة رئيسا للمجلس الجديد وان رئيس البرلمان يؤيد هذا الاقتراح واضف المصدر ان هناك اشارات قوية من العديد من الاطراف الدولية بدعمها وتأييدها لهذا الحل لافتان الى دعم دولي لتولي شعاب هذه المسئولية وانه يحظى بالثقة مشيرا الى انه سيتم خلال الايام القادمة الاعلان عن هذا الموقف من مجلس النواب المنحلة على حد تعبيره وبالعودة الى مدينة سليتن ينضم الينا عضو المجلس البلد سليتن سيد بشير البرناني بداية سيد البرناني ما هي اخر ما توصلت اليه التحقيقات في حادثة التفجير الارهابلي مع تدريب الشرطة في شهر يناير السلام عليكم استاذ طبعا امس كان يوم حزن على مدينة سليتن ببعض التسريبات شريط التحقيق اللي هو في خصوص التفجير طبعا كانت الارشام موجودة وكل مدينة سليتن يترقب في هذا الشريط كان حزن كبير على مدينة سليتن وتفاعلت شباب مدينة سليتن برد فعل على صاحب الجريمة اللي هو سامة دريوي اللي قام بتفجير مدينة سليتن والمنزل اللي هو ساكم فيه وتجمع تنظيم الدولة فيه والتجميع الزخيرة فيه قاموا شباب مدينة سليتن بتفجير هذا المنزل والأمور ماشية تمام وان شاء الله نترقبه في باقي التحقيقات طيب كيف ستصيرون في المطالبة بالقصاص العادل في ظل عدم تفعيل القضاء وتنفيذ الأحكام والله احنا كان كلام مواضح وشفاف مدلس بلدي ومدلس حكماء وعيان ومنظمة التفجير طلبنا بالقصاص العادل في مدينة سرعة القصاص عن الناس اللي هم متورطين في تفجير محة تدريب الشرطة في مدينة سليتن وان شاء الله تكون فيها ودن صغية لهالبيان للحكومة اللي تكون عبرة للناس الأخرى اللي هي مازال تابع ومنظمة لهذا التنظيم الدرهابي في ليبيا طيب ما هو موقف أسر الذين خرجت أسماؤهم في شريط المسجل من منطقة سليتن والله هو البيان يعني واضح وشفاف لكل تخص أن الإنسان اللي هو يشوف ويعرف ويعرف أن البيان ووصول البيان احنا في النهاية بشر كل الناس متأثرة بها الجرح الجرح كبير وتأثرت مدينة سليتن بهذا التفجير ولكن البيان واضح وشفاف بكل أهل الناس اللي هم طلعوا تأثمهم في هذا التحقيقات لهم بيان واضح وشفاف واحنا ضروري من خلق لحمة في مدينة سليتن وانشيام في مدينة سليتن وهذا الموضوع موضوع كبير وموضوع ليبيا وان شاء الله يكون الوضع هادي والوضع حتى منظمة الشباب اللي هم راحوا ضحايا في هذا التفجير كلامهم ماضح وشفاف قال لك احنا نطلب القصاص العادل ونطلب الشرع الله في هذه الناس اللي هم فجروا واللي هم قاموا بالعمال الناس تطلب بالشرع وتطلب الدولة وتطلب بإجرات قانونية ولكن طالبين طلب واحد وهو لازم يكون طلب حقوق الناس هدوما اللي ماتت قال لك احنا نطلب القصاص العادل ونطبوه في مدينة سليتن طيب اذا هضو المجلس البلد سليتن السيد بشير البرناني كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك اعلنت هناصر حرس السواحل تابع لنقطة مصفات الزاوية بالقطاع الغربية عن ضبط اكثر من الف مهاجر غير شرعي من جنسيات عربية وافريقية مصادر اعلامية محلية وضحتنا المهاجرين كانوا على متن ثمانية قوارب شمال مدينة صبراتا حيث تعطلت بعض هذه القوارب في عرض البحر نتيجة توقف محركاتها واضفت المصادر انه تمت الاستعانة بقاطرة من ادارة العمليات بشركة الزاوية لتكرير النفط في عملية الانقاذ وجر القوارب المحطلة ومن ثم تم تسليم المهاجرين الى جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية بالزاوية لاتخاذ الاجراءات اللازمة شرعت شركة العملة للكهرباء بمدينة ترهونة في اطلاق حملة تهدف الى صيانة وتركيب اعمدة الانارة بشوارع ومايدين المدينة كافة وتأتي هذه الحملة كخطوة ايجابية في طريق تحسين مستوى الخدمات واظهار شوارع المدينة بالمظهر الحضري اضافة الى تسهيل حركة المركبات الالية وتوفير الاجواء المرائمة لراحة المواطنين خاصة خلال ايام وليالي شهر رمضان المبرك نشرتنا متواصلة وتتابعنا فيها بعض الفصل مصرف الصحاري يؤكد بان سيولة النقدية ستتوفر في اغلب فروح المصرف خلال ايام القادمة بالحب تلقاك البدور ضيف الامان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور مؤسسة التناصح او يمكنكم التواصل على التليجرام تناصح تيفي بالحب تلقاك البدور ضيف الامان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور اهلا بكم من جديد اهلا مصرف الصحاري ان توفر السيولة النقدية في اغلب فروحه اليوم الاحد واضف المصرف عبر صفحته الرسمية ان سقف السحب النقدي بخمسمائة دينار في فرع كورنتيا وفرع الاندلس والرشيد وابوسليم وفرع السباني وفرع المختار واضف المصرف ايضا ان غدا الاثنين ستتوفر السيولة النقدية في الفرع الرئيس رصح سن ووكالة النهر ووكالة تجورا وفرع المغاربة وفرع زناتا بل اضافة الى فرع باب المدينة ووكالة المهاري ووكالة السكة اغلق عدد من المصلحين مستشفى براكشاط الهام بعد ان اقتحموه واستقروا في اجزاء منه واغلقوا كافة الاقسام الطبيعة فيه عميد بلدية براكشاط ابراهيم زمي خال في تصريحا لموقع اجواء نتا السبت ان المصلحين الذين اقتحموا المستشفى لا يمثلون اي مكون اجتماعي في المنطقة موضحانا المستشفى كان شبه خال ساحة الاقتحام ولم تقع اضرار بشرية نتيجة الاقتحام يذكر ان مستشفى براكشاط العام كان قد شهد عدة اعطال في اقسامه منه احتراق ثلاجة الموتى وتوقفها عن العمل في الشهر الماضي قرر المجلس المحلي بنوليد فتح طريق مؤقت لحل ازمة الطريق الرابط بين المناطق الشرقية والغربية ومدن الجنوب جاء ذلك عقب اجتماع عقد لمناقشة مسألة صيانة طريق الرابط بين جامعة بنوليد وطريق المطار وحذر الاجتماع كل من مدير مكتب المشروعات بالمجلس المحلي بنوليد ومن دمين عن شركة الكهرباء والمرافق والمرور وشركة المياه والصرف الصحي اذا وقرر المجلس البلدي لمدينة غريان تكليف لجنة من المجلس وبعض المسؤولين ببلدية غريان للتواصل مع مكتب اصدار غريان ومصر في ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة لتوفير السيولة بالمصارف جاء ذلك عقب اجتماع عقده المجلس البلدي لمدينة غريان لبحث مشكلة نقص السيولة في المصارف لوضع الحلول العاجلة لها وتذليل كافة الصحاب من اجل تقديم افضل الخدمات المصرفية للمواطنة يعاني بنك الدم بمستشوى طرابلس الطبي نقصا حادا في اكياس الدم الطبي وعلى لسان مدير قسم التحليل قال الاحد ان القسم يعاني نقصا حادا في اكياس الدم وان البنك لم يستطيع ان يقدم الخدمة لأكثر من يومين اخرين لعدم حصوله على عدد كاف من اكياس الدم وكما ذكر ان العديد من العيادات الخاصة تعتمد بشكل كامل على بنك الدم بالمستشفى الطبي وانه اشترى في الفترة الاخيرة شحنة بها مئتي كيس والبنك يستخدم الف كيس شهريا يشارو الى ان مستشفى طرابلس الطبي يعاني في الفترة الاخيرة نقصا في الادوية والمعدات الطبية وزع مشروعهم سلات الخير السابت سلة غذائية على نزحية المدينة من مدينة بنغازي ومدينة سرت مشروعهم سلات الخير اطلق حملات افطار اسرة صائمة ووزع على اثرها ستين سلة غذائية على كل الاسر النازحة من مدينتي بنغازي وسرت وكما ان هذه هي المرحلة الثانية من الحملة التي يقوم بها المشروع يشار الى ان مشروع سلات الخير مشروع خيري تطبعي يتكون من ثلاث مراحل يهدف الى مساعدة الاسر النازحة المقيمة في مدينة مسلات طيلة شهر رمضان المبارك انطلقت السابت المسابقة الثانية الكبرى في حفظ المتن العلمية والتي اقمتها الجمعية الليبية لعلوم الكتاب والسنة بمسجد باقي بمدينة ترابلس عزو الجمعية قال ان هذه المسابقة تنقسم الى جزئين الجزء الاول هو حفظ ابيات منونية القحطاني وهي للاطفال دون سن الخامس عشر والقسم الثاني هو حفظ نظم الاجرومية كاملا لجميع الاعمار هذا وحضر انطلاق المسابقة رئيس الجمعية الليبية لعلوم الكتاب والسنة والمدير التنفيذي للمسابقة وحفظ كاتيك من اوقاف ترابلس وعدد من اولياء الامور المصاحبين اقتتمت الجمع المسابقة الخامسة لحفظ القرآن الكريم بالمسجد العتيق بمدينة زوارة والتي ينظمها مكتب الاوقاف بمدينة زوارة المسابقة التي استمرت لثلاثة ايام بدءا من السابع عشر من شهر رمضان المبارك تم في ختمها تكريم الفائزين بالمسابقة هذا وحضر الحفل الختمي للمسابقة الخامسة حميد بلدية زوارة وعدد من اعضاء البلدية وعدد من مشايخ المدينة بالاضافة الى جمع من اهالي المنطقة وولياء الامور المرافقين لابنائهم الطلبة وفي الخبر الاخير حيث قال المدير التنفيذي لشركة اويل ليبيا في مصر صالح العبدلي انهم يخططون الاستثمار ستين مليون جنيه مصري لتطوير وزيادة انشطة التسويق في مصر العبدلي قال في تصريحا صحفي ان التطوير يتضمن تخدير المظلات والارضيات وهدم المحطات المتهالكة وبناءها من جديد بشكل يرضي زبائن مشيرا الى ان مساهمة اويل ليبيا القابضة التي تضم في طياتها شركة اويل ليبيا مصر تصل الى خمسين بالمئة في اكبر مستودع بمدينة بدر مع خمسين بالمئة من هيئة البترول وشركات اخرى يذكر ان محطة البنزينة تابعة للشركة اويل في مصر يصل عددها لثمانية وثمانين محطة موسيقى ثم الان مع درجات الحرارة لهذا اليوم موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالضغط على مجلس القضاء الاعلى لتنفيذ الاحكام 28 قتيل 97 جريحا من قوات مجرم الحرب حفتر جراء تجدد الاشتباكات بمحاور مدينة بنغازي الشيخ محمد تايب يقول بان من قام بالاعتداء على الاملاك والارواح في مدينة بنغازي يصبح معروفا وشاركسي يقول بان سرايا الدفاع عن بنغازي هدفها تحرير مدينة بنغازي من قوات مجرم الحرب حفتر واتبعتم ايضا مصرف الصحاري واكدوا بان سيولة النقدية متوفرة في اغلب فروع المصرف ختم النشر دمت في امان الله الى لقاء